اكد المدير العام للشركة الكويتية للمنتجات القطنية بندر الجارالة ان شركته قادرة على تغطية السوق المحلي من الكمامات الواقية خصوصا وان شركته استوردت خلال الفترة الاخيرة ماكينة لانتاج الكمامات ذات مواصفات عالمية تنتج حوالي 300 الف كمامة في اليوم وقال الجارالة في حوار مع السياسة ان طموح الشركة الوصول لانتاج مليون كما ما في اليوم لتلبية كل احتياجات البلاد في ظل ظروف الراهنة وشدد على اهمية اتجاه الدولة لدعم الصناعة الكويتية بشتى الطرق وتأسست الشركة الكويتية لانتاج المنتجات القطنية عام 1986 وهي متخصصة في انتاج الاقطان ثم تخصصت الشركة في الانتاج الطبي بكل انواعه وفي اول التسعينات تم تطوير العمل في الشركة لانتاج الشاش الطبي بجميع انواعه والذي يستخدم في كل العمليات او شاش الرولات المتوفر في المستوصفات وتابع الجارالة ان الشركة تنتج حوالي 95% من انتاج الشاش كاصناف وكانت هناك تعاقدات مع وزارة الصحة سابقا ولكن مع توجه وزارة الصحة في السنوات الاخيرة بان يكون السعر الاقل هو الفيصل على حساب الجودة فلهذا لم نعد ندخل في مناقصات وزارة الصحة مع الاسف هذا الذي حدث المصانع المحلية لا تستطيع منافسة المصانع الصينية في الوضع الحالي نظرا لان المصنع الكويتي عليه الكثير من الالتزامات وردا على سؤال قال الجارالة يفترض على الدولة ان تدعم الصناع المحلية ولكن مع الاسف تحصل الدولة على المنتج التجاري وتعطيه الاولوية واخيرا تحدثنا مع الدولة واقنعناهم بضرورة ان تعتمد الوزارات على المنتج الكويتي من 30 الى 50% حتى ولو كان سعر المنتج المحلي اعلى من العالمي بعشرة دنانير واقنعناهم بان هذا التوجه سيشجع الصناع الكويتية بقوة وسيخلق المنافسة بين المنتجات الكويتية وفي الاخير سيضطر المصنع الكويتي لتعديل سعره وفقا لهذه المنافسة وستتحول الصناعات الصغيرة تلقائيا من انتجات ضعيفة الى صناعات تعتمد عليها الدولة وقت الازمات واوضح الجارالة ان دعم الصناعات الكويتية سيقوي عدد الاقتصاد الوطني فمثلا لو حصلت على مناقصة بحدود مليون دينار سأشتري من خلاله منتجات اولية وسأدفع رواتب عمالة وسكن وستدور حلقة المليون داخل الدولة وبهذا انا ادعم امن الدولة الوطني من خلال الصناع والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا ماذا لو توقفت الملاحة والطيران لوجود اي ازمة مستقبلية الم يجبر هذا الوضع الدولة دعم المنتج المحلي ولهذا فنحن بحاجة لقرار سيادي لدعم المنتج الوطني وتابع الجارالة في فترة ازمة كورونا تم استراد كميات هائلة في حدود مليون ونصف كمامة ونحن كمصنع وردنا لشركة التمويل الكويتي حوالي تسعمائة الف كمامة تقريبا خلال ثمانية واربعين يوما باقل كلفة ومع الاسف لم يذكر احد دور شركتنا في ذلك رغم ان مصانع الكويت تعد امنا وطنيا بالدرجة الاولى وهي على استعداد لتأمين احتياجات الدولة في وقت سابق كان لدينا ثلاث مكائن وكنا ننتج مئة الف كمامة في اليوم ولكن بعد ان اتجهت وزارة الصحة للحصول على الكمامات من الخارج ظلت لدينا مكينة واحدة تنتج بشكل قوي وهي تنتج من 25 الى 30 الف كمامة في اليوم وعن المكينة الجديدة التي تم استيرادها وستدخل في خط الانتاج قال الجرالة وصلت المكينة بحمد الله اخيرا وهي في اطار التركيب وستباشر الانتاج مع نهاية الاسبوع وهي تنتج في اليوم الواحد 300 الف كمامة وهذه المكينة ذات مواصفات عالمية ونحن نطمح بان ننتج مليون كمامة في اليوم الواحد ولهذا سنقوم باستيراد مكاء اخرى خلال عشرين يوما وعن مواصفات الكمامة كمامة بثلاث طبقات وفي الوسط فلتر ورقي وهذا الفلتر وراء وصول سعر الحبة الى 100 فلس واذا استخرجنا طبقة الفلتر سيباع بحدود 25 فلسا بخلاف الارباح تستخدم مرة واحدة من 6 الى 8 ساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة